أزياد من 300 مقاولة مغربية يجتمعن خلال منتدى الأعمال المنظم من طرف جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب لمناقشة التحديات التي تواجههن في ظل تراجع معدل النشاط النسوي خلال السنوات الماضية حدث شكل نقطة لقاء لمصارات مهنية حافلة بالنجاحات والتحديات ومناسبة للتنويه بعطاءات النساء المقاولات في شتى المجالات لنا برنامج غني هذا اليوم مع الغرفة التجارية دي الأمريكا ودي الفرنسا لدعم فرصة العمل مع الفام دي الفام فإذا منوه باش نذكروا كل سنة بلاد دور دي المرأة لنهوض باقتصاد دي الوطن دور مهم ونعطو الفرصة للمرأة كذلك باش يكون عامل فعال في الاقتصاد دي البلاد منتدى نسائي تطمح من خلاله الجمعية إلى تشجيع النساء على خوض غمار ريادة الأعمال وتعزيز حس الابتكار والإبداع لديهن وحثهن على الانخراط في ريادة الأعمال المستدامة لضمان استمرارية مقاولاتهن وتطوير أعمالهن نحو الأفضل نعطي مجموعة من النساء المقاولات بجهة الداخل الوادي الذهب اللي جاينا نمثل جهتنا أحسن تمثيل كونها جهة تمتاز بالنساء المقاولات الحارصات على الموروث التقليدي ديالة من دينتنا وجاينا نمثل الجهة كوننا نبغو ياسر من الامتيازات اللي تخص بها المدن الثانية تعود توصلنا نحن لجنوب ونعود إن شاء الله ونمثل دائما المرأة في أحسن صفاتها خلصنا نغتنم الفرصات ديال النموذج تنموي الجديد اللي كي طمح على أن نسبة النشاط المهني عند المرأة تدوز من 20% إلى 45% في أفق 2035 والحكومة التزمت أننا نصروا 35% و30% في أفق الخمس سنوات المقبلة فهذا مؤشرة متجعة 16.2% هي نسبة المقاولات المغربية المسيرة من طرف النساء حسب دراسة جديدة صادرة عن المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة نسبة ضائلة تعتبر أقل من المتوسط العالمي الذي بلغ 43.2% سنة 2019 معطيات تحتم إعادة النظر في مكانة المرأة داخل النسيج الاقتصادي